أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن مسؤول كبير تولى شؤون الدولة العباسية في وقت كانت تمر بأصعب ظروفها وأعقد الفترات التي عاشتها ليس صعبا أن يحكم إنسان في ظل جو آمن وطبيعي لكن أن يحكم هذا في جو صعب في منعطف تمر به دولته هذا هو الصعب فعلا وهذا ما واجهه هذا المسؤول الذي اخترنا أن نتحدث عنه ولم نتحدث عن أمثاله إلا نادرا ذلك هو الخليفة الناصر لدين الله الذي مزج أو جمع في شخصه بين العمل السياسي وبين العمل الثقافي وكان راعيا للثقافة على نحو منفت للنظر عاش في منعطف خطر ما عاشته الدولة العباسية في آخر عهدها إذ أخذ على عاتقه أن يخلص بلاده من هيمنة الدولة السلجوقية التي كانت تعيش كأنها دولة في داخل الدولة كما نقول اليوم المهام التي اطلع بها كانت مهاما شاقة فعلا وقد نجح في كل مهامه هذه كما سنرى الخليفة الناصر لدين الله ابن الخليفة المستضيء كان تولى المسؤولية الشاقة التي ألقيت على عاتقه وهو ما زال شابا في السابعة والعشرين من عمره قبل ذلك كان ولي العهد كان وليا للعهد وقد مكنته ولايته للعهد من التعرف على المشاكل التي كانت تحيط بالدولة العباسية والمخاطر التي كانت تهددها فحينما تولى السلطة نجده كأنه وضع خارطة طريق واضحة لما ينبغي أن يفعله في هذه الفترة التي حكم بها وشاء الله تعالى أن تطول فترة حكمه حتى أنه حكم 47 سنة وهو الخليفة الوحيد الذي تمكن من أن يتولى السلطة لهذه الفترة الطويلة نجح في خلال هذه السنوات جميعا في تنفيذ هدفه الذي بدأ به منذ أول لحظة تولى فيها الخلافة وهو تحقيق استقلال السلطة في العراق وتخليصها من نفوذ الأجانب لا سيما الدولة السلجوقية التي فرضت هيمنتها على العراق منذ عام 447 يعني منذ فترة من قبل توليه السلطة كان السلاجق يهيمنون على شؤون الحكم يتدخلون في كل شيء وفي كل صغيرة وكبيرة جعلوا العراق كأنه ولاية تابعة لدولتهم التي كانت تحكم إيران والأناظول وبلاد الشام ومناطق كثيرة لم يكن سهلا التخلص إذن من هذه الهيمنة الشمولية التي عانى منها العراق في ذلك الظرف كان لهم عيون في كل مكان كان لهم أتباع مؤيدون وبالتالي كانت عملية يعني الخروج من ربقة هذه الدولة وشق طريق مستقل للعراق في ذلك العهد مهم شاقة بكل معنى الكلمة لكن الخليفة الناصر كان مصمما على تحقيق هذا الهدف بدأ ببراعة وبهدوء وبمكنة وحكمة نادرة أن يتخلص من كل هذا خطوة خطوة بدون ضجيج كثير بدأ يعني يتخلص من هذا النفوذ خطوة ثم تتلها خطوة أخرى ثم خطوة ثالثة بشكل هادئ مرن سلس دون أن يلفت نظر الماسكين بالسلطة من السلاجقة حتى أفقدهم شعبيتهم في البلاد أو أبعد عنهم مؤيدوهم الذين كانوا يحيطون به وبقصره إلى أن استطاع أن ينهي هذا النفوذ وهذه الهيبة التي تبتعت بها دولة السلاجقة بأن نقض قصور السلاجقة وكانت تقع في محلة العوازية على شاطئ دجلة ونقضها وباع خشبها بالمزاد يعني لم يبقي شيئا من الهيبة لهذه الدولة وقضى على آخر مقراتها ليعلن للناس أن صفحة جديدة بدأت في تاريخ العراق وهي صفحة الاستقلال استقلال الخلافة عن هيمنات الدول الأجنبية التي تمكنت من التحكم فيه المؤرخون أشادوا بدهائه وهو حقيقة كان داهية كان داهية بمعنى الكلمة يعني استعان بوسائل ربما لم تلفت نظر السابقين أن يستعينوا بها أنشأ أول جهاز مخابرات حقيقي في البلاد وكان أصحاب الخبر كما نسميهم اليوم رجال المخابرات ينقلون إليه ما يجري في بلاطات الدول الأجنبية لكي يعرف ما ينبغي أن يفعل تجاههم وكانت الأخبار تأتيه إلى دوائر قصره فيطلع على ما يجري وما يعد ضد بلده جهاز المخابرات هذا حقيقة كان رائدا تماما في تاريخ هذا النوع من الأجهزة المهمة للبلاد وربما من تسميته رجال هذا الجهاز برجال الخبر أو أصحاب الخبر اشتقت كلمة مخابرات أصلا لم تكن معروفة قبله وكان هناك مؤسسة تدرس هذه المعلومات وترفع إليه التقارير كما هي في الدول الحديثة شعر بأن المجتمع خلال الفترات السابقة عمه شيء من الخنوع شيء من اليأس شيء من الإحباط فأراد أن يرفع من معنويات شعبه وأن ينشئ تنظيما عسكريا تطوعيا يشد أوصال هذا المجتمع ويبعد عنه ما ران عليه من فتور فأنشأ ما سمي بنظام الفتوة ونظام الفتوة ليس نظاما عاديا نظام أخلاقي عسكري في آن واحد الفتى هو ذلك الشاب الذي يعني يرتفع بأخلاقه إلى مرحلة السمو وهو في ذات الوقت الذي يقضي وقته في التدرب على السلاح وشجع إنشاء أو تأسيس أو استعمال نوع من الأسلحة الجديدة اللي هي يعني قوامها أنبوب تضع فيه قطع من الرصاص أو غيره وتنفخ بقوة لإصابة الهدف هذا النوع سمي بالبندق لأن المقذوفة تشبه في حجمها البندقة ومن هنا اشتق اسم البندقية ودخلت هذه المفردة في اللغة العربية البنادق والبندقيات ابتكر هذا النوع أو أشاع هذا النوع من السلاح وشجع الشباب على التدرب عليه وأرسل إلى حكام أطراف دولته أن يشجعوا هم شباب مناطقهم على التدرب على البنادق البداية هذه التي أشاعها ولم يكتفي بهذا وأنما صمم زيا يرتديه الفتيان في تدريباتهم هذا الرجل حقيقة يلفت النظر في التفاتاته الكثيرة صار زي الفتوى شرف لمرتديه وأصبح أصحاب ملوك الأطراف يعني الحكام الذين كانوا يحكمون دولته يعني يفتخرون بأنهم يلبسون هذا الزي زي الفتيان وصار الفتا نموذجاً للوطنية العالية والتهيء للطوارئ وللخلق العالي حقيقة الناصر يعني لم يترك شيئاً إلا والتفت إليه وكان علي أن يلتفت إلى جانب الثقافي وقد التفت فعلاً أنشأ مؤسسة كبيرة مهمة سماها دار العلم الناصرية سميت نسبت إليها الناصرية دار العلم هذه الدار ما زالت بحسن التقدير ما زالت قائمة إلى يومنا هذا وهي التي تسمى اليوم القصر العباسي وتحتل جزءاً من وزارة الدفاع على نهر دجلة دار المسنات الناصرية ضم إليها خزانة مهمة نادر من الكتب المهمة من المخطوطات طبعاً وصارت أشبه بمجمع علمي يقصدها العلماء يؤلفون ويتفرؤون للبحث والمحاورة وكان يزورها بين حين وآخر ويشرف على حركتها العلمية وحتى أن الرحالة بن جبير رآه وهو يصعد بزورقه من دار الخلافة اللي هو في وسط شارع النهر قصر التاج إلى هذه الدار التي كانت تقع في أعلى بغداد يعني في مكان وزارة الدفاع وما زالت هذه الدار رممت بالفترات الأخيرة وما زالت عامرة اهتم بالثقافة أنشأ إضافة إلى دار المسنات الناصرية أنشأ عدداً من المساجد ألحقت بها خزائن كتب منها مثلاً سمي مسجد سوق السلطان سوق السلطان هو سوق الميدان الحالي أنشأ مسجداً مهماً سمي مسجد الناصر لدين الله أو مسجد سوق السلطان وهو الذي سمي فيما بعد بجامع جديد حسن فاشة ويقابل مدخل القشلة اليوم ما زال هذا جامع قائماً وإن تغيرت يعني رمم مبناه وتغير ونقض وبني ولكن احتل نفس الموقع الذي شيد فيه القليفة الناصر مسجده مسجد سوق السلطان أنشأ مسجداً آخر في سوق كان يسمى سوق الخبازين وهو جزء من سوق الثلاثاء في شارع الرشيد اليوم وهو المسجد الذي أصبح بعد تغيرات جرت عليه جامع الحيدر خانة يعني هناك جامعان كبيران أنشأهما الخليفة الناصر جامع الصراي أو جامع الجيد حسن فاشة وجامع الحيدر خانة ومرت على كل منشأة من هذه المنشآت تغيرات ولكن هو الرائد الأول في وضع أسسي وفي بناء هذه المنشآت المهمة وألحق بكل مسجد خزانة كتب حتى أنه يعني أنشأ ضريحاً لزوجته وألحق بضريح مكتبة يعني حتى الضريح أيضاً كانت فيه مكتبة يعني يختلف إليها طلاب العلم والمعرفة فيفيدون منها يعني لا يكتفون بقراءة فاتحة ولكنهم أيضاً كانوا يغدرفون من هذه المكتبة الغنية التي وقفها الخليفة الناصر من الغريب أن زوجته كانت تسمى سلجوق خاتون على كرهه للسلاجقة وعمله على نقض دورهم وتخليص البلاد من سيطرتهم لكن زوجته كانت اسمها سلجوق خاتون يعني هذه من المفارقات الغريبة حينما توفيت أمه وأمه كانت ربما كانت سبباً مهماً ونحن لا ننكر دور الأمهات الصالحات في تنشئة أبنائهن على أعمال الخير أمه السيدة زمرد خاتون التي قامت بالعديد من المنشآت العظيمة في بغداد وجددت مشروع السيدة زبيدة في إرواء الحجاج وقامت بإنشاء المساجد والربط والمدارس في بغداد هناك أكثر من مدرسة إنشأتها أمه زمرد خاتون وبلا شك هو تأثر بسيرتها هذه وبالتالي هو مضى على نفس الخطوات بإنشاء الربط والمكتبات وغير ذلك بل أنشأ دور للضيافة يعني القادم ينزل في دار الضيافة هذه وقف أو قافاً كثيراً على إطعام الناس في مختلف المناسبات حقيقةً هذا الرجل كأمه كان سباقاً لأعمال الخير الكبيرة ويكفي أن نقول أن قبر زوجته هذه سجوق خاتون يعني الشيء بشيء يذكر ظلت قائمة مكانها في محلة الرملة اللي هي محلة خضر الياس حالياً وظلت مقصداً للذين كانوا يعني يقصدونها من أجل اغتراف العلم من خزانة كجبها ثم تحولت يعني مع مرور الزمن إلى تكية لأتباع الطريقة البكتاشية خاصة بعد السيطرة العثمانية على العراق وظلت موجودة إلى أن جرفها نهر دجلة شيئاً فشيئاً وكانت تمثل قمة في الريازة الإسلامية من الأعمال المهمة والباقية للآن وأصبحت من معالم بغداد المهمة قبة السيدة زمرة خاتون المعروفة اليوم بقبة السيدة زبيدة قبر السيد زبيدة في الكرخ عند مقبرة الشيخ معروف الكرخي هذه من إنشائه إنشائها تكريماً لذكرى أمه كان يعني يقدر لهذه الأم تربيتها وحسن ما فعلت في حياتها فأراد أن يخلدها من خلال إنشاء هذا البناء الذي تبع فيه البناءون يعني الأساليب الجميلة في العمارة الإسلامية بقبته المخروطية الطراز التي يراها كل من يزور تلك المنطقة مع ذلك كله مع كل هذه الأعمال كان مرهف الحس كان شاعراً كان أديباً كان مؤلفاً في الوقت الذي كان يقوم بكل هذه الأعمال كان سياسياً حينما أراد أن يقلص ظل السلاجقة استعانى بأعداء آخرين وهو الدولة الخوارزمشاهية التي كانت تحكم إيران في ضرب هؤلاء بهؤلاء يعني كان سياسياً داهياً عالماً بشؤون السياسة الخارجية عارفاً بما يجري في بلاطات الدول الأخرى حتى قيل أنه حينما كان يذكر اسمه في بلاطات الملوك المجاورين كانوا يخفضون سلطهم تهيباً منه يعني فرض هيبته قبل أن يفرض سطوته وسلطته وكان مع ذلك يجد من الوقت ما ينفقه في رعاية العلم والعلماء فينشئ القزائن وينشئ المؤسسات العلمية لم يكن يكتفي بأن يرعى هذا العالم أو ذاك ولكن أنشئ مؤسسة رعاهم وهذا عمل بعيد النظر هذه المؤسسة يعني دار العلم الناصرية ظلت تقدم خدماتها لفترة لاحقة ولكن مع الأسف البغداد والعراق كما تعلمون تعرض بعد وفاته بفترة قصيرة للاحتلال المغولي فتخربت هذه المنشآت افتباعا هو الرجل توفي سنة 622 يعني قبل جيل واحد من الاحتلال المغولي للعراق ومع ذلك بعض ما قام به من منشآت ظل موجودا كما ذكرنا هناك عدد من معالم بغداد التي نمر بها كل يوم ما زالت موجودة وهي من إنشائه جامع الحيدر خانة جامع الصراي القبة المخروطية الفريدة التي عدت شعار بغداد لدى كثير من السياح والذين كانوا يمرون في تلك المناطة خلال القرون الأخيرة حقيقة امتدحه المؤرخون في زمانه وبعد زمانه وأثنوا عليه وعلى ذكائه وحكمته ودهائه وقالوا أنه حكم في ظل ظروف صعبة وتمكن من أن يدرأ عن وطنه أخطارا كثيرة وأوتي من بعد النظر ما استطاع به أن يحفظ دولته في خضم صراعات دولية وأقليمية كما نقول اليوم تمكن من أن يفعل كل ذلك وفي آخر حياته مرض وثقلت حركته وتوفي رحمه الله وقد ترك منجزات كثيرة وترك أوصافا له في كتب المؤرخين تعرفنا بعظم صنيع هذا الرجل الكبير الناصر لدين الله أعزاء المشاهدين تكلمنا عن هذا الخليفة ذي السيرة الوضاءة في عصر بدأ يخيم عليه طلام ولنا أن نواصل الحديث عن علم آخر من أعلام العراق في حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة